ما بين الجفاف والتلوث تواجه الثروة المائية في العراق خطراً حقيقياً يدفع ثمنه المواطنون أمراضاً ومعاناة مستمرة دون أن تلتفت الجهات الحكومية لتجد حلاً لهذه المشاكل التي باتت تهدد العديد من القرى والمدن أهالي ناحية القاسب بمحافظة بابل أكدوا أن نهر مدينتهم تحول إلى مكبل للنفايات وعلى الرغم من الشكاوى العديدة التي قدمت إلى البلدية والسلطات المختصة إلا أن الوضع تفاق منح والأسوأ وين المسؤول؟ أشوف هناك شارع هذه الوضعية؟ هنا عوائل، أدنى أطفال، وضع تعبان، أمراض هاي تحجيج كارونة بجهة، الوباء بجهة، يعني تشوف بعينك هالسلطين، تشوف بعينك هالوضعية هاي المتحشي، المتناشي إما كدولة ما حرك الساكن، مشالة هذه كلها يعني كلها مرض وكلها مشاكل، مشاكل مشوما كانت تروح لأبو البلدية يقول أبو البلدية على أبو الري، تجي على أبو الري، يعني حتى احنا أسايا أبسط الأمور هذا الشارع حسن لي يعني واقف يمه، ما بلطه، ليه الشابة ما بلطه، وقال هذا تابع للري لأبو الري بلط، ولا أبو البلدية بلط لا تبليط، لا مي، لا كهرباء، لا خدمات، حكومة ماكو، ماكو، هس هذا نهر مال مي، يعني هاي العالم تشرب منه، تغسل منه، يعني على الله وعلى هذ النهر، شعدها الوادي، مي لسالة مو نظيف أبد، العالم تشرب ميارو، ماكو مي نظيف تراكم الأوساخ والنفايات حول النهر إلى مستنقع وبينما يتهم أهالي ناحية القاسم السلطات الحكومية بالتقصير والإهمال يقول مدير بيئة جنوب بابل أحمد عبد زيد إن النهر بات يمثل كارثة بيئية عازياً ذلك إلى تجاوزات بعض الأهالي وعدد من الدوائر الحكومية فضلاً عن بطء الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية وقع هذا النظر هو كارثة بيئية الأحياء الموجودة حوالي ستة أحياء على جانبين النهر عندنا قلة ثقافة وقلة وعي للساكنين على هذا النهر يلقون مياه المجاري المخلفات الصلبة، المخلفات الطافية، الملوثات المحلات المنتشرة فبدورنا نحن سعينا إلى أن نشكل لجنة برأس القائم مقام عضوية الزراعة والموارد المائية وليست الطاقة لإزالة التجاوزات من قبل دارة كهرباء القاسم من قبل المولدات، من قبل البلدية لغرض ذات هذه التجاوزات هناك أسباب عديدة أدت إلى تحول هذا النهر لنهر المجاري ومنها مشاريع المجاري المياه الأمطار اللي تنفذت من قبل البلديات السواق السطحية أغلبها ارتكبت مخالفات عليها من قبل أهالي وربطت عليها مياه الحمامات زائد المياه المغاسل هذا سبب التلوث النهر بالكامل بالإضافة إلى رمي النفايات بالجدول أيضا سببه هناك أسباب تعود للمواطن وأسباب أخرى تعود للمؤسسة البلدية بسبب قلة الإمكانيات وعدم سيطرتها على رفع النفايات بصورة منتظمة من نهر يتدفق بالحياة ليروي سكان العديد من المناطق المنتشرة على ضفتيه إلى مكان تتراكم فيه الأوساخ والقاذرات ليشكل بيئة خطيرة تهدد حياة السكان الذين لا تعوزهم الأزمات ولا تنقصهم الأمراض والمشاكل